قبل ما نخرج فاصل اللحمة وإحنا دخلين على عيد الأطحى وأسعار الحوم كل سنة ما هيك طيبة والسيدة المواطنين طيبة أسعار الحوم غالية جدا حصل ارتفاعات الحياة في أسعار الحوم بسبب الأعلاف أعلاف المواشي وإحنا بنعكف حاليا على تدبير زي ما دبرنا الدورة بالنسبة لأعلاف الدواجد بنفكر جيدا تدبير زيه الأعلاف بالنسبة للمواشي الدولة الحياة زي ما عملت في الأمح أنها نوعت مصادر الإمداد وأكثر من 22 منشأ بالنسبة للأقمح نفس قصة بس أعايز أقول لها هيك وبطمن المواطنين أن مصادر الإمداد من السودان لم تتأثر لم تتأثر حتى في عز المعارض لأن هذه المنطقة بعيدا عن الأحداث هذه واحدة ثانيا أن ابتدينا نبص على أكثر من منشأ تحوطا لو حصل أي نوع من التأثير المباشر على حجم الوردات يعني اللحمة بتجلنا من جنوب مثلا أه من الجنوب وعندنا مجازر بتاعتنا عندنا خل خمس تلاف راس من المشاية موجودة الإمدادات شغالة لم تشهد تأثير بس ما بتجلناش بالطريق البري بقى لعن طريق المعابر بتيجي من الطريق البري وسط الحرب بقى أو كده؟ ما بتعديش على المناطق اللي فيها قلائل الحقيقة لغاية النهاردة وإحنا بنتحدث إن إمدادات اللحوم من السودان الشقيق ما زالت تعمل بنفس الكمية وبالتالي لم يحدث تأثير المشكلة التي حدثت فيه إحنا دايما عندنا عجز في اللحوم وخلي بالحضرتك يعني المصريين لما يجيوا بيكلموا عن اللحوم بتأتي الدواجن رقم واحد ثم لحوم الحمراء لا معشان يأسوا لا مش يأس ده هي ثقافة الاستهلاك لدى المواطن المصري إنه رقم واحد عنده فيه بالنسبة للحوم الدواجن ثم اللحوم الحمراء ثم الأسماك ده بالأرقام بالأرقام يعني حتى آخر تقرير لفتش اللي بتحدث عن الفود اندستري بيتحدث بنفس الترتيب لأن الفراخ أرخص ده رقم واحد اتنين ممكن تعملي منها باي برودكس كتيرة جدا غير اللحمة لكن كيلو الرحمة بقى وصل ربعمائة جنيه يعني في بعض السوبر ماركت اه بس في المنافذ التامنية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ قوات المسلحة والدخلية اللي هي بتخاطب الشريحة الأكبر والسواد الأعظم من المجتمع اللحوم متوفرة الأسعار مقارنة بكيم لا بتلاقي بـ 220 و 250 طبعا بتلاقي عند الجزار وصل لغاية 300 و 320 في السوبر ماركت وصلت لـ 400 بعض القطع من اللحوم في السوبر ماركت وصلت إلى أعلى من هذا بس زي ما بقول هو عرضه طلب ده موجود وده موجود نفس اللحوم اللي كان اللي بـ 200 وحاجة دلوقتي كان بـ 150 كان 65 في الأول وبعد كده حصلت حركات سعرية مفهوم ايوه ارتفاع أسعار اللحمة ده عشان ارتفاع أسعار الأعلاف عشان الأعلاف وعدم الإفراج عن الأعلاف بالشكل المعتاد وزيادة أسعار الأعلاف يعني زي الصوية مثلا نبصي على الصوية بكام؟ 42 ألف جنيه وكمان خروج صغار مربين ناس كتيرا خرجت من السوق الدورة نفسها بس أنا عايزة تطمين حقيقة بالنسبة للدواجن وأنا مع التحادي الدجيني لا أنا أتكلم عن اللحمة آه اللحم آه حصل فيه تقلبات في السوق الحقيقة وبعض أقول ايه demand أو الطلب عن اللحمة انخفض شوية بسبب الزيادات السعرية بس خلي بالحضرتك دايما الدولة زي ما هي مهمومة بأمر من هم تحت عبائة الدعم هي كمان مهمومة بالقطاع الخاص وبنوفر هذا الأمر يعني حدي لحضرتك مثال بسيط الأمح الأمح احنا بنطرح على البورصة المصرية للسلع كل أسبوع جلستين أنا عايزة أقول لحضرتك المية خمسة وستين مطحن هم زبينها لو ما كانش الأمح الطرح على البورصة المصرية للسلع حضرتك وانتي هتشوفي زيادات سعرية غير مبررة في هذا السوق